في الجزء ده في المحاضرة هنكمل على الكونستركشن او ذا دي سي ماشين لو نفتكر مع بعض احنا المحاضرة اللي فاتت اتكلمنا فيها على الدي سي ماشين ككونستركشن من ناحية الميكانيكل واتفاقت النهية بيبقى فيها جزء ثابت اللي هو الستيتر وعرفنا التفاصيل بتاعته وفيها جزء متحرك اللي هو الروتر وعرفنا ان فيها جزء اسمه الكميتيتر والبراشز المسؤول عن تحويل ال اي سي اه كارنت او فولتج اللي بيكون جوه المكنة لاي دي دي سي كارنت بعد كده هو تعرفنا الكونستركشن بتاع المكنة من الناحية الكهربائية ان هي بتتقسم لنوعين من الويندينج اللي هما الفيلد ويندينج والارمتشر ويندينج وتكرمنا على الفيلد ويندينج في شوية نقط اه عرفنا طريقة التوصيل بتاعتها عرفنا انها بتكون اه محطوطة على الستيتر بتاع اه اه بتاع المكنة يعني لما باجي اركبها بركبها على الجزء السابت اللي في الدي سي اه ماشين اه بتاعتنا وعرفنا اه انواع المكنة على حسب التوصيل بتاع الارمتشر ويندينج مع الفيلد ويندينج سواء كان سلف اكسايتد او سيبرتلي اكسايتد والجزء الاولاني من المحاضرة بتاعت النهاردة اتكلمنا فيها كملنا فيها اه المعادلات بتاعت الباور بتاعت الدي سي اه ماشين على حسب النوعية بتاعتها وعرفنا بقية المعادلات بتاعت الكمباوند اه جينيريتور وبعد كده هو تعرفنا الاسبات بتاع الام اف انديوزد اللي في المكنة وعرفنا التورج ديفالوبد اللي موجود عندنا في المكنة واتكلمنا بعد كده ازاي اه النوع بتاع المكنة اللي هو السلف اكسايتد ومن اسمه كده انه هو بيعملي اكسايتشن باي اتسالف او بنفسه ازاي بيعمل بيلدنج اوب للفولتج وعرفنا ايه الكريتيكال فيلد ريزيستنس فاليو اللي بعدها ماينفعش ان انا هعمل سلف اكسايتشن او انك انا مش هتعمل سلف اكسايتشن لنفسها الجزء ده في المحاضرة هنبتدي ناخد انتروداكشن على الارمتشر ويندينج هنعرف ازاي بتتوصل عندنا هنعرف ايه انواعها وهنكملها المحاضرة الجاية ان شاء الله اول حاجة عايزين نعرفها ايه هي الفانكشن بتاع الارمتشر ويندينج او فايدة الارمتشر ويندينج في الديسي ماشين احنا عارفين ان الديسي ماشين هتشتغل كجينيريتور او كموتور طيب فحالة الجينيريتور الاوتبوت فولتج اللي بيخرج لي من المكنة باخده عن طريق الارمتشر ويندينج طيب فحالة الموتور هتبقى الارمتشر ويندينج الفايدة بتاعتها ان هي الامبوت فولتج اللي انا محتاجها للمطور عشان يشتغل بيكون بدخله عن طريق الارمتشر ويندينج طيب تاني نقطة عايزين نتكلم عليها الارمتشر ويندينج دي بتتحط فين الارمتشر ويندينج دي انا بحطها على الروتور بتاعي او على الجزء المتحرك بتاعي وهنعرف بالتفصيل ازاي بنحطها على الروتور واحنا زي ما احنا عارفين ان الروتور ده بيكون فيه زي سلوتس او فتحات بسقط فيها الارمتشر ويندينج بتاعتنا وبتكون اطرافها زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت بتكون متوصلة على الكميوتيتر وي البراشز عشان اخد الدي سي اا فولتج اللي انا محتاجها بعد كده هنبتدي نعرف شوية تعريفات مهمة جدا عشان نحضر افهم الارمتشر ويندينج وطريقة توصلها في المكنة طيب اول حاجة احنا عايزين نعرف عن ايه كلمة كوندكتور او موصل طيب الكوندكتور او الموصل اللي في الدي سي ماشيين عندنا هو عبارة عن ايه هو عبارة عن الجزء من السلك بتاعنا اللي بيكون متعرض للماجناتك فيلد ويه الام اف هتكون بتتكون فيه طيب لو جينا بصنا للرسمة اللي عندنا هلاقي اننا الاب والسي دي دول هم الكوندكتورز اللي موجودين عندنا في الكويل دي وبيكونوا متعرضين للماجناتك فيلد ثاني حاجة عايزين نعرفها يعني ايه كلمة كويل او ملفات الكويل دي بتبقى عبارة عن ايه بتكون عبارة عن الكوندكتورز اللي انا اتكلمت عليها في السلايد اللي فاتت بس بكون موصلهم ببعض عن طريق حاجة اسمها الباك اللي هي الجزء اللي فوق من الرسمة الاولانية وبيكون ليها بداية ونهاية اللي هما سي واحد ده بيكون مثلا الستارت بتاع الكويل وسي اتنين ده بيكون الفينش او النهاية بتاعة الكويل يبقى انا كده الملف بتاعي اللي موجود في الماكنة بيكون من ايه هيكون من اول حاجة عندنا اللي هي اتنين كوندكتورز اللي هما الاب والسي دي اللي احنا اتكلمنا عليهم هقفلهم من فوق عن طريق حاجة اسمها الباك اه كونكشن وبوصلهم على السيجمنت بتاعة الكوميوتيتر في two segments السي واحد دي بتكون الستارت بتاع الكويل هوصلها في السيجمنت مثلا اي سيجمنت موجود عندي في الكوميوتيتر وهسميها الستارت بتاع الكويل وهي سي اتنين ده هسميه هيبقى برضو متوصل على سيجمنت تانية في الكوميوتيتر بتاعي وبيكون الفينش بتاع الكويل طيب وعشان يكون عندنا ايه مقاف في الكويل لازم يكون في عندي اننا اللي هو جزء من الكويل بيكون تحت النورث بول مثلا والجزء التاني اللي هو السي دي مسلا يكون تحت الفاوس بول تمام عشان المكنة بتاعتي يتكون فيها او عشان الكويل بتاعتي يتكون فيها ايه مقاف يبقى انا احط الكندكتور الاولاني بيكون تحت النورث بول والكندكتور التاني بيكون تحت الساوث بول الرسمة التانية اللي عندي بتقول لك اننا هم وريك اننا الستارت بتاع الكويل بيكون في كوميوتيتر سيجمنت. والجزء التاني او الفنيش بتاعه بيكون في كوميوتيتر سيجمنت تانية. طيب الاي بي بدل ما هنسميه كوندكتور في الكويل بسميه حاجة اسمها الكويل سايد. الكويل سايد اللي هو الجنب بتاع الكويل بتاعنا. طيب لو جينا بصينا للرسمة هلاقي ان الكويل بتتكون من كام كويل سايد? هتتكون من اتنين آآ كويل سايدز عندنا. كل كويل سايد من دول زي ما اتفقنا هيتحط تحت بول مختلف. واحد هيتحط تحت النورث بول واحد هيتحط تحت الساوث بول. طيب لو جينا بصينا على الرسمة دي انا الكويل زي عندي في منها انواع. اول نوع عندي حاجة اسمها السنجل تيرن كويل يعني بكون حطة في كل آآ كويل سايد بكون حطة سلكة واحدة او كوندكتور واحد. بس ده مش عملي لان الفولت اللي بيكون في المكنة بيكون صغير جدا. طيب فانا بستخدم ايه عمليا? بستخدم حاجة اسمها المالتي تيرن كويل ومن اسمها كده ان انا هوصل. يعني هاعد اعمل عدد اللفات هيكونوا في الكويل كتير. فكل كويل سايد هيكون في عدد من الكندكتورز كتير. تمام? يعني زي الرسمة اللي عندنا هنا هوت. هلاقي ان انا عدد الكويل سايد هنا هوت. آآ ان انا عندي كويل واحدة مالتي تيرن فيها اربعة كوندكتور عندي. تمام? بعد كده هوت لما باجي بيكون في عندي مالتي تيرن كويل بعمل ايه? الا اربعة كوندكتورز دور بروح جاية بلازق كده سمقتيب بروح موصلهم يعني يقفلاهم مع بعض. ومن الناحيتين يبقى كده هوت انا كونت الكويل او اللي هي المالتي تيرن كويل اللي بتتكون من كزا كوندكتور آآ عندي. كده وصلنا ان النمبر اوف كويل آآ سايدز هيساوي ضعف عدد الكويلز لان كل كويل بتتكون من اتنين كويل سايد. طيب وعدد الكندكتورز اللي موجودين في الكويل هيساوي اتنين ان. والان دي عندك اللي هي عدد التيرنز او عدد اللفات اللي موجودة في كل كويل. التعريف اللي بعد كده اللي عايزين نعرفه حاجة اسمها اللي هي كلمة معناها المسافة. طيب كلمة معناها المسافة ما بين القطبين اللي وراء بعض. يعني ما بين النورث والساوس اللي وراء بعض. تمام? يبقى كده يبقى المسافة ما بين الاقطاب المتتبعة. سأقل لهم المختلفين اللي هم النورث والساوس المسافة الليما بينهم قد ايه? وزي من رسمة بينه عندنا هنا هوっ ادي كده عندي القطب اللي هو النورث اللي هو فوق وبعدين الساوس اللي بعديه اللي هو على الليمين? هلاقي ان المسافة اللي ما بينهم بتبقى اللي هي طب بقسها بايه? بقسها بعد الدلس اللي ما بينهم او عدد الفتحات اللي ما بينهم. يبقى كده نقدر نستخلص القانون بتاعنا هقول ان اللي هي هتساوي القلاة بتاعть أو عدد الفتحات الكلية بتاعة اللي موجودة في المكنة على عدد الاقطاب يبقى انا كده هقدر اعرف من القانون ده المسافة اللي ما بين بتوعنا بكام? يبقى هتساوي اس على اتنين بي بحيث ان اس لعدد الكلي للسلوتس في المكنة واتنين بي عدد الاقطاب الكلي اللي موجود في المكنة او اللي هو تعريف اللي بعد كده اللي هو الكويل سبان او كويل الرمز بتاع وزي ما اتفقت معك كلمة سبان او دي معناها المسافة طيب هي عبارة عن ايه? هي عبارة عن المسافة ما بين الكويل سايد الاولانية واخر الكويل سايد التانية. يعني انا بيبقى عندي كويل واحدة المسافة ما بين بدايتها ونهايتها هي دي الكويل سبان. وزي ما شايفين في الرسمة اللي على الشمال هي المكنة احنا عارفين ان المكنة بتبقى الارمتش بيكون على الروتر اللي هو بيكون سيلندر تمام؟ الرسمة اللي على الليمين دي لما اكننا فردنا السيلندر دي فبنشوف شكل الكويل ايه عشان تبقى واضحة قدامنا. يبقى كده تاني الكويل سايد او الكويل بيتش واي اس هي الديستنس ما بين التو سايد بتوع نفس الكويل. وبقسهم برضو بعدد اللي سلوتس اللي ما بينهم يعني هقول ان الكويل سبان بتاعي مثلا بعشرة سلوت. يعني ان انا حطيت الكويل بداية الكويل بتاعتي. عند مسلا سلوت واحد. وبعد عشرة سلوتس هروح حتى النهاية بتاعتها او الكويل سايد التانية بتاعتها. تمام? الرسمة التانية اللي قدامنا دي اه زي توضيح زيادة لما بيكون فيه عندك ادي كزا سلوتة هو. وحطيت مسلا كان عدد السلوتس اللي ما بينهم كانوا تلاتة آآ سلوتس. طيب لو في حالة المالتي تورن كويل هي نفس الكويل بالزبط بس بدل ما فيها سلك واحد بقى فيها كزا سلك لفاهم مع بعض. ومربطاهم بالتيب بتاعنا. فبرضو مسلا هقول اننا الكويل سبان بتاع المالتي تورن كويل برضو مسلا زي الرسمة اللي عندنا دي بتلاتة. بعد كده النقط اللي عايزين نتكلم عندها ان فيه طريقتين لتسقيط او الارمتشر كويل بتاعتنا في الاسلوتس بتاعتنا. فيه اول حاجة اول طريقة حاجة اسمها الفول بيتشت كويل. والطريقة بتاعت التوصيل دي انا بحصل منها على اقصى اي ام اف انديوست جوة المكنة. دي فكرتها ايه? ان انا بروح جاية ان انا الكويل سايد الاولاني بحطه تحت النورث والكويل سايد التاني بحطه بالزبط تحت الساوس. بمعنى ايه? بمعنى ان الكويل سبان او المسافة ما بين بداية وانهاية الكويل هي هيها بتاعت البول بيتش بتاعنا اللي هو التاو بين. يبقى في الحالة دي بسمي المكنة فول بيتشت كويل وباقصى اي ام اف انديوست بينتج من المكنة في الحالة دي. طيب في حالات تانية بعمل ايه? بخلي الكويل سبان بتاعي اقل من البول بيتش. ففي الحالة دي المكنة بسميها فراكشنال بيتشت كويل. فراكشنال بيتشت كويل يعني اقل من الفول بيتش بشوية. وزي ما فهمنا يبقى اكيد ان انا الا ام اف انديوست هيكون اقل من اللي بينتج من الفول آآ بيتشت كويل. براكتيكا اللي بقى عمليا احنا في الغالب بنستخدم اللي هي الفراكشنال آآ بيتشت آآ كويل. طيب لو جينا بصنا للمعدلات. هقول ان انا الفول بيتشت هيبقى اللي هي الكويل سبان هتساوي اللي هي التاو بي. والفراكشنال اللي هي هتبقى اقل من البول بيتش. والكويل سبان قانونها هيبقى ايه? هو هو نفس قانون التاو بي اللي هو اس على اتنين بي. بس لو انا مش شغالة هيتبقى زائد او ناقص عدد من المسلوتس معينة بيتحدد لك في المسألة. نشوف بسيط بيقول عندي دي سي ماشين. عدد الالسلوتز بتاعتها ستة وتراتين سلوت. عدد البولز اربعة. بيقولك يوجدلي او الطاو P بتاعنا. طيب لو جينا حلينا نقول ان الاس بتاعتنا هم اديها لك بستة وتراتين سلوت. الاتنين P اللي هم عدد الكل بتاع الا بتاعنا. اللي هو القانون بتاعه اس على اتنين P يعني ستة وتراتين على اربعة اللي هم تسعة سلوت. طيب لو طلب منك ال , الو او اللي هو هقولو لو بتاعتي او المكانة بتاعتي تيبقى هايساوي ال اللهمي التسعة سلوت. ولو اه احساpay ما اوتاو t outreach ليش هيساوي ال وهقولو ان ال هتبقى بتساوي تسعة سلوت زائد او ناقص ابسلن معين او عدد من الاعين معين. لو جابلنا نفس المسألة التفات كانت بدل ما كان عدد او عدد الفتاحات اللي في بتاعنا كانت بستة وتلاتين بقت بخمسة وتلاتين. اللي هيحصل ايه الفرق عن المسألة اللي فاتت? هقول ان بتاعنا اللي هو هيساوي المرات دي خمسة وتلاتين على اربعة. هتطلع لك بتمانية بوينت خمسة وسبعين. طبعا زي حاجة مش براكتكة لانا مش هاخد ده نص سلوت او تلاتة ربع سلوت او ربع سلوت فبعمل ايه? هقربها للرقم اللي اصغر. يبقى انا كده بتاعنا هيساوي تمانية سلوت. يبقى لما باجي احط او اسقط الكويل بتاعتنا هحط مثلا في السلوت الاولانية وبعد ديها التمانية سلوت ساروح حط الجزء التاني بتاع الكويل بتاعتنا. نقطة اللي بعد كده اللي عايزين نتكلم عليها ان انا او الكويلز عندي فيها طرقتين في الوضعية بتاعتهم في السلوت. يا اما هحط في كل آآ سلوت كويل صايد واحدة يا اما هحط آآ اتنين كويل صايدز. تمام? طيب لو حطيت كويل صايد واحدة في السلوت بتاعتي دي بسميها يعني طبقة واحدة من الكويل صايدز موجودين عندك في السلوت. طيب لو جينا حطينا اتنين كويل صايدز موجودين في المكنة او في السلوت بتاعتك يبقى كده انا هسميها او طبقتين في بتاعتك. طيب السورة اللي على الشمال دي اللي هي زي ما باين عندنا انا سقطت كويل واحدة في السلوت بتاعتي. والرسمة اللي علمين اللي هي او هنا انا عندي اتنين كويل صايدز بتاعة الكويلز اللي موجودة في كل آآ سلوت عندك وانا بلفها. تمام? فالابر لير اللي هي الكويل صايد الاولانية دي بنسميهم باود نومبرز. يعني بنسميهم واحد تلاتة خمسة سبعة تسعة وهكذا. والليير اللي تحت بنسميها ايف النومبر بتبقى اتنين اربعة ستة. والفايدة بتاعتها دي هنعرفها المحاضرة الجاية ليه? انا برقم الكويلز بتاعتي آآ وانا آآ بسقطهم عندنا. طيب وفي حاجة كمان عايزين نقولها ان هنعرف رمز اسمه اليو. اليو دي عبارة عن ايه? عبارة عن النومبر اوف كويل آآ عندنا في السلوت. زي اللي هي عندنا يبقى النومبر اوف كويل صايدز في السلوت هيبقى باتنين. نيجي بعد كده في طريقة توصيلهم على آآ كهربائيا بيكون شكلها ايه? في عندي نوعين من التوصيل. حاجة اسمها والأوبن ويندين. احنا مش هندرسه احنا هندرس بس. القلوز د ويندين ده فيه منه نوعين اللي هما et ويندين. هناخد نابزة صغيرة جدا عليهم في المحاضرة دي وهنا خدهم بالتفصيل المحاضرة الجاية ان شاء الله. لو جينا بصينا على طريقة اللي هي اللف بتاعتنا في حالة اللاب ويندينج هنبص عندنا دلوقتي هنا من الرسمة دي. انا هنا عندي اتنين كويل. الكويل اللي هي الخضرة دي والكويل الحمراء. تمام? هنبص على طريقة توصيل البدايات والنهايات بتاعت الكويلز بتاعتنا. هلاقي ان بداية الكويل الاولانية اللي هي موجودة في الكوميوتيتر سيجمنت رقم واحد ونهايتها موجودة في الكوميوتيتر سيجمنت رقم اتنين. تمام? طيب لو جينا بصينا على الكويل التانية ليلون هحمر هلاقي ان بدايتها عند الكوميوتيتر سيجمنت رقم اتنين ونهايتها عند الكوميوتيتر سيجمنت رقم تلاتة. تمام? طيب وهلاقي بعد كده ان بداية الكويل الخضرة وبداية الكويل الحمراء هم الاتنين تحت النورث بول. وانهاية الكويل الخضرة. وانهاية الكويل الحمراء. وهم الاتنين تحت الساوث بول. يبقى كده انا عملت حاجة اسمها اللاب ويندينج. ان انا حصل فيه عندي في الكميوتيتر سيجمنت اللي رقم اتنين. انا عملت لانهاية الكويل الاولانية مع بداية الكويل التانية. واللاب ويندينج دي شبه جدا اللي هي البراليل كونكشن. ان انا بكون موصلة بداية الكويل الاولانية مع بداية الكويل التانية وانهايتها مع نهاية الكويل التانية. والهنت اللي عايزين نقولها ان اللاب ويندينج دي عدد الباراليل بتاعتنا اللي هو اتنين ايه اللي كنا قلناهم في المحاضرة في الجزء الاولاني من المحاضرة بيكون بيساوي عدد الاقطاب بتاعتنا. يعني انا لو عندي عدد الاقطاب مثلا اتنين بي كان بستاشر يبقى عدد الباراليل بتاعتنا هتساوي آآ ستاشر. ثاني نوع من أنواع اللف بتاع الارمتشر ويندينج حاجة اسمها الويف ويندينج في الويف ويندينج هلاقي انا هوت انا عندي مثلا زي الرسمة كده اتنين كويل الكويل الاولانية نهايتها بتبقى في نفس الكميوتيتور سيجمينت بتاعت بداية الكويل التانية يبقى كده الكمبليتينج اند بتاع الكويل is connected للستارتينج اند بتاع الكويل التانية بس الفرق ايه الفرق ان انا بيكونوا تحت اقطاب مختلفة يعني بداية الكويل الاولانية هتكون تحت النورث مثلا ونهايتها عند السوث دول عند اقطاب مثلا نورث واحد وسوث واحد وبعدين اللي هما الكويل اللي بعديها هتكون تحت نورث اتنين بدايتها مثلا وتحت سوث اتنين بدايتها الويف ويندينج دي شبه جدا السيرس connection في السيركيتس عندنا تمام وعدد الparallel pathos بتاعتنا اللي احنا اتفقنا عليهم بدل ما كانوا في ال lab winding كانوا بيساووا عدد الاقطاب هنا لأ هما سبتين ايا كان عدد الاقطاب هيبقى عدد الparallel pathos بتاعت ال wave winding اللي هما اتنين ايه هيساووا على طول اتنين ليه لاننا بيبقى يعني هما كلهم بيبقوا تحت اقطاب مختلفة طيب عايزين نعرف بعد كده اللي هو ال pitch بتاع ال armature winding يعني ايه pitch برضو اللي هي المسافة بتاعت ال armature winding في شوية تعريفات اربعة تعريفات هنقولهم حاجة اسمها back pitch وحاجة اسمها front pitch حاجة اسمها commutator pitch وحاجة اسمها resultant pitch جينا نعرف اول حاجة اللي هي back pitch او الرمز بتاعها yb هي عبارة عن ايه هي عبارة عن المسافة ما بين ال coil sides بتاعت نفس ال coil تمام زي ما هو واضح عندنا هنا لو مسلا دي كانت بتاعتنا بتاعت ال armature فهلاقي ان ال yb اللي هي المسافة ما بين بداية ونهاية نفس ال coil تمام طيب لو جينا قلنا يعني ايه كلمة yf او ال forward pitch هي عبارة عن ايه زي ما هو واضح عندنا من الرسمة هي المسافة ما بين بداية ال coil التانية ونهاية ال coil الاولانية اللي موجودين تحت نفس ال poles تمام يبقى عرفنا كده يعني ايه back pitch ويعني ايه front pitch طيب التالت حاجة عندنا في التعريفات اللي هي ال yr او ال resultant pitch اللي هي هتبقى المسافة ما بين بداية ال coil الاولانية وبداية ال coil التانية خلاص يبقى كده yb ما بين بداية ونهاية نفس ال coil yf ما بين بداية ونهاية ال coil التانية ونهاية ال coil الاولانية yr هتبقى المسافة ما بين بداية ال 2 coils اللي عندي طيب يتفضل عندنا اللي هو اخر حاجة اللي هو ال commutator pitch او ال yc هيبقى المسافة ما بين ال 2 commutator segment اللي عندنا اللي انا مسقطة فيهم نفس ال coil يعني زي ما احنا شايفين كده هوت عندنا ادي ال coil الاولانية هي هتلاقوا ان انا بدايتها اه كان مثلا عند وال commutator segment اللي فيها النهاية بقى المسافة اللي ما بينهم وكل المسافات دي بتتقاس بعدد اللي عندي او عدد الفتحات اللي عندي في آآ 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 آخر سلايد هتكون عبارة عن فيديو صغير كده عشان تفهم ازاي بيلفوا المكنة هتشوف شكل الكوير وهم بيسقطوها في اللي اللي موجودة على الروتور بيبقى شكلها ايه حقا now we slide the pole into the slot and we connect the winding to the commentator bar ok now all the bottom coils are in the commentator and we begin to put the top coil into the commentator ok now all the wire is in the slot and it connects to the commentator ok ok ok